بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي متابعي القناة إكرام معكم مستر رحمة اسماعيل لو سيتك أول زيارة ليك للقناة فأحب أن أعرفك أن القناة فيها كل ما بيهم الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور سواء طبعا طلاب الصفوف الإعدادي أو الثانوي ولو سيتك مهتم كطالب أو كمدرس بالصف الثالث الثانوي فهتلاقي هنا مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات ومواضيع كثيرة تهمك زي فيديوهات مثلا شرح وحل الـ Practice Test اختبارات الـ Workbook كمان هتلاقي فيديوهات شرح قواعد لمنهج الصف الثالث الثانوي الكاملة ومنظمة وهتلاقي موجودة عندك في وصف الفيديو كمان سيتك هتلاقي عندك كامل امتحانات الثانوية العامة نظام حديث سواء امتحانات الثانوية عامة أو نمازج استرشادية للوزارة أما بالنسبة للفيديو بتاعنا النهاردة هو الحلقة السادسة وهي الحلقة الأخيرة من سلسلة الجمل الجدالية تركات وأفكار الثانوية العامة يلا بنا بنمأ كده اوكي مع السؤال نمبر وون هو من نوعية الأشخاص هو من نوعية الأشخاص الذي اهتماماته او اختياراته تعتبر بالنسبة لقضية وبالتالي هنا انا عايز اقول اني لايك وديس لايك لاهتمامات او اختيارات او تفضلات اوكي ملك لهذا الشخص وبالتالي هنا ضمير ووصل مع الملكية فبنستخدم هنا نمبر 2 نهال فما ممكن نقول هنا اني نهال اوكي حاولت اوكي ان تجادل لو سيادتك عندك مشكلة اوكي في فعل فسيادتك طبعا هنا اوكي ممكن تاخد بالك من الجزء له زي هنا الجملة دي كده نهال طالبت بي او نادت بي ان يتم الزيادة في مصروفها سي هنا الجملة she argued for women's equality هي نادت بمساوية المرأة اما argue against فهو يدافع عن فكرة معينة زي ما اسمول هنا he argued against slavery هو اوكي دافع اوكي عن اوكي العبودية اما argue about ليه معنى يتجادل او اوكي يتحدث بشأن الموضوع معين في نوبر 3 you must expect a lot of troubles when you meet him tomorrow يجب ان تتوقع ان يكون هناك الكثير من المشاكل عندما تقوى بالغلا expect من الفرب اسم الافعال اللي بيجي معها دايما to والمصدر to have نوبر 4 when it came to sit in people for dinner عندما حان الوقت ان الناس كلها تعد بان عشان خاطر يعودوا مع بعض كده يتناول العشاء I not myself as far away from his as possible انا اجلست نفسي او حطيت نفسي في الموضع بحيث لان اكون بعيد عن قدر الامكان شكلهم بالدائين كده اي من بعض وبالتالي با كده استادم positioned اوكي positioned اجلست نفسي او وضعت نفسي في مكان نوبر 5 not shout when talking with the mobile هو لازم يعني اللي انت تزعى وتبتكلم في الموبايل this really bothers me فذلك الامر يضايقني يبقى اذا انا بسأل هنا هل انت لازم هل ضروري is that necessary هل من ضروري ان تفعل ذلك هل انت مضطرور انك تعمل حاجة زي كده يبقى استادم هنا do you have to افضل طبعا نستخدم must you do you have to او have to بشكل عامل استخدامها طبعا اوكي مختلفة ودايما بنستخدم have to اكتر في question ودوات شيء كامل اوكي يعني شائع لان طبعا تقدر باستخدم have to تستخدمها في كل التنسل الازمانة يعني ممكن تستخدمها في present زي ما الحالة لقدامنا do you have to ممكن تستخدمها في الماضي did you have to هل اطرارت ممكن تستخدمها في المستبل will you have to على عكس الماضي طبعا اوكي ما يفعش لنا استخدمها في الماضي وبالتالي do you have to number six she said هي قالت she couldn't agree more انها لا يمكن ان توافق اكثر من ذلك يبقى ده معنى this means ده معنى انها موافقة بشدة strongly agree number seven she said هي قالت ان her brother's wife ان زوجت اخيها had a baby blue اوكي ارزقت بي مولود اوكي ولا دي يعني not was cheerful news الامر الذي كان يعتبر اخبار سعيدة للغاية وبالتالي الامر الذي فانت هنا عشان تعرف الجملة دي او تشير ليها فانت بتستخدم هنا الضمير الوصل which للاشرار الى كامل المعلومة او الجملة ما نفعش طبعا نستخدم هنا ذات اوكي فالذات هنا مش هتعرف لي الجملة او الحدث كامل وطبعا اكيد برضو احنا عافين احنا ما نفعش نستخدم ذات اوكي بعد هنا الكامل number eight reading literature كرؤية الأدب كرؤية الأدب يبقى يوسع الأفق and introducing us وبيقدم لنا او بيقدمنا اوكي to several different experiences الى العديد من خبرات المختلفة وبالتالي با يوسع المدارك يبقى widened number nine here is ten pounds اتفضل عشرين ياهومات يا مونة i wish you not spend it all day اتمنى اللي انتي ما تصرفهم شي اوكي ما تصرفهم شي او لا تنثقيهم اوكي all day اوكي في اليوم باكمله يبقى اتمنى الا تفعلي ذلك بنسبة لقاعدة wishing التمنى اوكي سيعتك لو بتتمنى اوكي شيء في المضارع اوكي فبالتالي بيتم استخدام post sample الموض البسيط i don't have a car انا معيش عربية يبقى لو كده سيعتك بتتكلم عن حالة في المضارع فهتتمنى بقى عكس الواقع بتاعك فتقول يا ريت لو كان معاي عربية i wish i had a car فبستهدم post sample عند عمل تمني في المضارع اما التمني في الماضي فبستهدم post perfect الماضي التام هاد مع التصريف التالت وبستهدم الماضي التام للتعبير عن تمني في الماضي يعني الشيء استحال لنوة ويرجع مرة تانية زي مسلا ما كنت قديت الكاميرا بتاعتك لحد وقصرها فانت بتتمنى بقى وتقول يا ريتني ما ديته الكاميرا دي فتقول i wish i hadn't given him the camera اما التمني في المستابل بيكون معتمد على الافعال اللي هي المودة الربس would and could وهنا طبعا في المسال اللي انت شفته هنا بيقول اتمنى اللي انت ما تصرفهم شي اوكي النهاردة يبقى اذا ده التمني in the future في المستابل عشان كده هستردم wouldn't رقم دي ننبر تان اكتوبر نص اكتوبر has not present سادات يعني جعل من الرئيس السادات as one of the world's greatest military leaders يعني احد اعظم military leaders قائدين او القائدين العسكريين في العالم وبالتالي عايز اولجعل منهم او اكد على انه هنا باستادم established اوكي طيب لحظة كده هو ليه ما يفعش استادم regard establish as معناه يجعل نفسه مكانه او يؤكد على او يرسخ اوكي شيء معين يسبت يعني لكن regard as معناه يعتقد معناه يؤمن معناه يعتبر وبالتالي بنص اكتوبر جعل من الرئيس السادات اوكي او اكد على ان الرئيس السادات هو احد افضل قائدين العسكريين في العالم number 11 the rate of intelligence معدل الذكاء from person to person يختلف من شخص الاخر يبقى يختلف او يتنوع طبعا كلنا عافين vary وطبعا هنا مستروف هنا إلى varied number 12 this is his bag دي حقق اللي بداخلها يبقى احنا منقول الذي بداخلها يبقى هنا الضمير الواصل بيعود على something الشيء العقل وبالتالي بنستخدم which بس عشان نتمل المعنى محتاج النول التي بداخلها يبقى نستخدم inside which جميل يبقى يتنقل على الشريحة اللي بعدها في number 13 the europeans الاوربيين are known to معروف عنهم انهم have not the egyptian ode قام بتطوير العود وهي الى طبعا من الالات العصف اللي هو الشكل الده ماذا بتطوير العود اللي هو الالة المصرية into a number لعلك كبير of modern musical instrument من الالات الموسيقية الحليس زي guitar وغيرو وبالتالي بيطور الياه evolved number 14 when i saw here عندما رأيتها she was bleeding كانت تنزف she not to school and the car hit here لقد كانت تسير الى المدرسة وهي ذاهبة اليها and the car hit here وصدمت غصير يبقى انت بتكلم هنا عن حدث كان مستمرا في الماضي عندما قام حدث اخر بقاطع الحدث الاول فالتعبير عن احداث كانت مستمرة في الماضي كل نشطة وعافية بنستاذ من باستي قلتين اصل ماضي المستمرة was aware مع الفربي بلاس ing was working 15 their marketing strategy الاستراتيجية اللي بتابعوها في التسويق for the product اللي المنتج ده او السلع دي involved بتشمل obtaining as much free استهداف او الحصول على الكسير من الدعاية المجانية على قدر الامكان كلمة دعاية او شهرة الى كلمة publicity okay number 16 she just want us to know هي فقط okay three انا تعرف how long are there last week كامل مدة التي هي مكثتها التي هو قد بقاها او مكثها في مكان معين الاسبوع الماضي وبالتالي طبعا لانك هنا بتنقل كلام من شكل الdirect الى ال indirect روم باشر وكمان هنا كلمة last week اشارة الى ان زمن الجملة past ماضي وبالتالي احنا بنستدم هنا number D he stayed طبعا لان استدمش هنا did he stay لان لو استدمت did he stay هتبقى شكل question سؤال لكن طبعا لما يكون how long في وسط الجملة بالشكل دوت يبقى اصبحت الجملة موصولة باستخدام اوكي اداة الاستفام ها long فبيجي بعدها جملة عادية فاعل الوهي وبعد كلم فاعل اللي هو استيد اما did he stay the form question سؤال number 17 I was to find out that انا كنت معوب للغاية to find out ان اكتشف that he hadn't collected hair from school ان هو لم يحضرها من المدرسة ولكن مفاجه انه but from the police station ولكن احضرها من قسم الشرطة يبقى I was horrified اتعبت من فكرة دي اني بقى ما يجيب اوكي البنت اوكي من المدرسة اجابها من قسم الشرطة number 18 I have no idea انا ليس لدي ادنى فكر where he was then اين كان هذا الشخص he not been in the cinema اوكي احتمال انه يكون اوكي كان في السينما ولا حال طب ليه احتمال لاني بقول I have no idea يبقى انا لست متأكد من كلامي I am not sure ولحال عدم التأكد بيه تم استخدام me او might يبقى استخدام me might ever come see number 19 I have decided انا اتخذت كار that I not my banking on the internet from now on كلمة from now on معناها من الان فصائلا وبالتالي بأصبح معنى الجملة انا اخذت كار اني خلاص ان شاء الله اوكي انا ساقوم بكل عملياتي البنكية عن طريق الانترونت من الان فصائد هنا طبعا ما استخدم I have decided معنى كده اللي انا decided before that moment اللي انا اخذت كار قبل تلك اللحظة فالمفروض استخدم اصلا I'm going to مع الفعل في المصدر طبعا السرع هي مش موجودة هنا في الاخترارات اوكي لكن الفكرة هنا بيقول اني هعمل دوت من الان فصائدا اذا اصبح اتخاذ كار الان وفي حال اتخاذ كار في تلك اللحظة اللي على لحظة الكلام كلنا عافين ذا يعتبر اتخاذ كار سريع وبيتم استخدام المستقبل البسيط will do number 20 most of the writers best slurs معظم الروايات اللي حققت افضل مبيعات لدى هذا الكاتب ما زالت تقرأ الى اليوم شفتبول ايه تقرأ ضم الاول فتح المعقابل الاخر يبقى ده شكل passive مبني للمجهول يعني verb to be مع التصويف التالث وطبعا ده مش متوفر الا في اختيار قم C are still read 21 the sphinx of is not out of a single piece of rock نحيطة من قطعة واحدة من الصخ نحيطة Carved كلمة curve معناها ينحط carved out of يعني نحيطة من number 22 he escaped from the person who heard from the sign and now he wishes well an يتمنى انه لم يفعل ذلك إذن هو بيتمنى حاجة عكس الى انتهت في الماضي شرحناه في الشريحة السابعة وبالتالي بيتم استخدام الماضي التام hadn't skipped يتمنى انه لم يهرب hadn't skipped number 23 when the water wheels عندما السائر is not بتدور the water comes يصعد الماء أو يخرج through the opening in the side من خلال فتحة في الجانب طب انت بتقول ايه الساقية تدور طب هي بتدروف في مضار ولا حوالي نفسها هتولى اكد بتدروف حوالي نفسها زي العجلة يبا كان نستخدم الـ verb بالفعل spanning لكن لو كان بتدروف في مضار مثلا زي plants الكواكب كنت نستخدم هنا orbiting 24 we knew what احنا عارفين what not the water underground to get heated اللي سبب ان المياه اللي تحت الأرض أو الجوفية دي ان هي تبدأ تسخن أو تزيد درجة حارتها يبا ماذا سببا يبا كان نستخدم هنا cause طب ما ممكن نقول ما الذي يقع على make بس انت شاطر وعرف ان الفعل make ما بياخد شي to مع المصدر يعني ايه يعني ساتك لو استخدمت make كان هيبا كده makes the water underground get heated مش هستخدم to يبا cause عشان نقعد المشروع cause to مع المصدر والمعنى طبعا سليم number 25 it is a complex process انها العملية معقدة to generate ان يتم توليد electricity الكهوبة from nuclear energy من الطاقة النووية يبا process معناها عملية نتنقل الشريحة اللي بعدها سؤال number 26 they wondered هم تسألوا where I know at the previous night اين كنت في الليلة السابقة والكلام واضح كده تسألوا يعني معنى كده ان الجملة محولة من الشكل direct مباشر للشكل in direct اللي هو الغير مباشر طبعا الدلالة الزمنية ليه كلمة the previous night اوكي بتفكرني بالجدول الزوار دعم بلاقي مثلا كلمة the night before the previous night أو the last night بفهم ان الجملة هنا كانت past sample ماضي بسيط واحنا عارفين طبعا اللي احنا بنحول past sample الماضي الى past perfect الماضي التام اللي هو had مع التصريف التالت وبالتالي هنا تم تحويل الجملة من الشكل مباشر للجوم مباشر وتم تحويل الزمن من الماضي الى الماضي التام had been اما بالنسبة للجملة عقم 27 سيناء سيناء is popular with foreign tourists مشروع جدا سيناء اوكي بأنها مكان للسياح اوكي الأجانب او مشروع جدا بالسياح بتراها as it has some of the greatest لان بها البعض من the greatest in the world بعض او كثير من او بعضا من the greatest attending in the world يعني بعضا من اعظم الحضور او الحضور العظيم in the world في العالم attending اوكي يبا كده اصبح الجملة كل العالم بعضها سيناء is popular with foreign tourists يبا سيناء اوكي مشروع جدا اوكي لدى السياح لجانب as it has some of the greatest attending in the world لان بها اقبال اوكي او بعض من الاقبال الشديد اوكي اوكي في العالم او من اماكن اللي هي عليها اقبال شديد في العالم number 28 if you the car to the mechanic today leave it in the garage until tomorrow لو انت مشت وضع عبية للورشان الهاردة اوكي سيبها في الجراش اوكي في الجراش until tomorrow الى غد وبالتالي لو انت لن تفعل ذلك لاحظ هنا النص التاني من الجملة بتحتوي على leave وهو فعل اوكي امر ودواء بيتواجد في الحالة اوكي اللي الفرست الاولى وبالتالي يبقى المفوض هنا أستاذ المضارع can take number 29 noora to take the medicine at 4 pm noora لازم او في حاجة اذا او من الضرورية ان تاخذ الدواء في الساعة وابعة لان it's important مهم جدا that she takes it on time انها تاخذ الدواء ده في الوقت المحدد يبا هنا استاذ المنز لان هنا فيه to ثم take لما كانش فيه كان ممكن استاذ المست او فكر في اختبارات اخرى needs to 30 being my uncle always avoid eating too much sweets يبا لان وبيكلم عن عمه فبيقول لان عمي اوكي مصب مرد السكر فعشان كذا دائما بيتجنب اكل الكثير من الحلوة وبالتالي الدياباتيك واللاتفاء طبعا مبينك المثين الدياباتيز مارض السكر ودياباتيك اللي هو مريض بالسكر واحدة اسمه طبعا والمارضة نفسه والثانية طبعا الصفة طبعا هنا محتاج الصفة وهي المجلوب الاخترات ايضا الدياباتيك استكشاف الفضاء is hard صعب الغاية and too expensive وغالي بعضه ولكن الانجازات made so far التي حدثت الى الان made it خلته تجربة تستحق الاهتمام جديرة بالاهتمام جديرة ان تبذل كل هذه المجهودات يبقى worth while يبقى تكون اصبحت كل على بعضها استكشاف الفضاء صعب ومكلف الغاية but the achievements made so far ولكن الانجازات التي حدثت الى الان made it خلت تلك التجربة وهي استكشاف الفضاء تستحق worthwhile 32 to do better at school عشان تأدب بشكل كويس في المدعسة okay students الطلبة need to بيبقوا في حاجة الى ان يتم تشجيعهم وبالتالي يتم تشجيعهم لعمل المجمول يبقى verb to be مع التصريف التي يبقى be encouraged number 33 yesterday my brother fell off a tree سقط اخي من على الشجر and not his leg وكسر ساقه يبقى فعل ماضي متعاقبين على بعض okay يبقى proc الماضي البسيط بستسامبل لان الفعل اللي قبله ايضا كان fail number 34 هدا didn't attend the course لم تخضر الدورة التدريبية even though على رغم ان she was the first to enroll كانت اول واحدة سجل اسمها فيها يبقى enroll معنى يسجل اسمه في دورة تدريبية او في قائمة معين 35 it's five years لقد مارت خمسة سنوات since we separated منذ ان انفصلنا but i still ولكن ما زلت find the memories اجد اصدقاءات quiet إلى حد ما مؤلمة painful يعني استفاكر الشخص حتى بعد ما انفصل 36 it's feared يخشئا that your son too much money will spoil him ان اعطاء ابنك الكثير من المال قد يفسده او يدلله وبالتالي اعطاء يبقى نستدم اسم الفاعل اللي هو هنا giving للفرب بلاث ing ممكن نستدم وكان اسم 37 someone who not travels regularly to work شخص الذي يسافر اوكي بشكل اوكي منتظم اوكي الى العمل especially خاصة طبعا ما بيطع long distance مسافة طويلة يبقى يسافر يبقى commutes لعني كلمة commute معنى يسافر من و الى مكان العمل او رحلة يومية مثلا من مكان الى غيره وطبعا الاسمينها اللي هم بيطع عليه commuter المسافر number 38 she appreciates what her father هي تقدر تماما what her father الذي قام ابيها بفعله for her عشانها when she was young عندما كان صريع يبقى الذي قام ابيها بفعله عندما كان صريع يبقى انت بتتكلم انت باستر في الماضي يبقى انت باستر من التصريف الثاني باستر من التصريف الثاني باستر سامبل did اوكي نتنقى الوكي للشريحة الاخيرة في السؤال number 39 if i come home late لو انا هرجع البيت من الاخر i avoid my father اتجنب او لو انا برجع البيت من الاخر انا بتجنب اوكي مقابلة ابي you don't know how heavy his hand is انت لا تعرفتي ايدو تقيلة ازاي وبالتالي هبا اتجنب اوكي مقابلة ابي طبعا كنا اعرفين الفعل avoid من الverse من الافعال اللي بيجي بعدها اوكي ها اعطول الجرنت الفربي بلاس ing وبالتالي نستاذب هنا meeting or come see 40 i can't share this business with you مش هين فعلنا اتشارك معك اوكي في العمل ده او التجارة دي because i have a financial problem لان حاليا انا لدي اوكي مشكلة مالية currently حاليا number 41 i have arranged انا واتبت ان اذهب الى السينما اوكي with my friends مع الضقاي at the weekend في عطلة اثنائس الاسبوع انا واتبت ان اقوم بذلك اصلا فعلا ارانجر من الورباس من الافعال اللي مقول عن ده في منها اللي بيجي بعدها دائما to والمصدر وبالتالي بكذا استادم to go number 42 how for money humans are يبقى لأي مدى بالله ان البشر دول طمعين بالنسبة للمال when they have enough of it عندما يكون لديهم ما يكفيهم باللههم they still want more يرغبوا في المزيد يبقى how greedy for money لأي مدى بنجد او بالله البشر طمعين greedy or come see 43 to have the best qualification for the job يبقى عايز اقول هو يعتقد عنهم انه لديه او يمتلك افضل مؤهلات اوكي لتلك الوظيفة يبقى يعتقد عنهم يبقى he is believed 44 he took common time في حالة انه يجي في الوقت المحدد there would be no problem اذا لن يكون هناك اي مشكلة بس ما فيش هنا رابط if طب سمي افتكرة القاعدة دي مهمة انا طبعا ممكن ابدل اوكي if الرابط المعروف بتاعنا برابط where نفس المعنى لو بس هي حالتين ممكن نلاقي where جزء من الجملة زي الجملة دي كده if she where a doctor لو كانت طبيبة she would help me كانت هتساعدني where هنا جزء من الجملة لابلون الأصفر انا ممكن اشير رابط if واستدم مكان where لان where و if بيساوي بعض اوكي في قواعد if الشرطية وبالتالي where she a doctor والمعنى سليم where she a doctor في حالة انها كانت طبيبة she would help me كانت هتساعدني يبقى بنستدم where مكان الرابط if طب لو عندي بقى where ليست جزءا من الجملة زي الجملة دي كده if she found a job لو وجدت وظيفة she would be happy كده تبقى صوتة وسعيدة هنا ما عنديش where انا عندي فعلة آخر وهو found افرد بقى انا عايزنا اشيل الرابط if واستخدم where اللي هو الرابط البديل بصت حل ازاي بنشيل الرابط if ونحط مكانها الرابط البديل اللي هو where ونحول فعل الجملة اللي هو الماضي found الى tool mother to find طب والمعنى والمعنى سليم على فكرة اقرأ معي where she to find a job في حالة انها اوكي وجدت وظيفة she would be happy ستكون سعيدة اذا اذا تم استخدام where مكان الرابط الأصلي if وكان عندي فعل الجملة فعله ماضي بيتم تحويل فعل الماضي لاتو مع المصدر وده اللي حصل هنا وبالتالي where he to come on time في حالة انه جاء في الوقت المحدد there would be no problem لن يكون هناك ايات مشكلة 45 the plane takes off الطائرة تقلع at 7.30 أو half past 7 في الساعة السابعة ونصف into hours time في خلال الساعتين هنكون في طريقنا الى بارس أو طريقين الى بارس يبع انت بتتكلم هنا عن فعلة يحصل في المستقبل وهيكون مستمر وللتعبير ان احداث ستستمر في المستقبل بيتم استخدام نوع من انواع المستقبل المستقبل مكون من فاعل will be verb plus ing وبالتالي استادم هنا we'll be flying وزا ملتاك المعنى هيكون in two hours time في خلال الساعتين القادمتان we will be flying هنكون طايرين أو فطايرين الى بارس number 46 number 46 he not his servant carried out what he had ordered him to do كل ما طلبه منه أو أمره أن يفعله وبالتالي قال سيد 47 I have stopped drinking coffee in the evening توقفت عن شربة قهوة في المساء has intended to keep me لأنها في الغالب بتجعلني awake نستيقظ at night طيلة الليل number 48 no one is useless ما فيش حد ملوش أي لازمة في الحياة أو بلا أوكي فائدة in this world في العالم مين بقى الحد اللي ملوش أي أو ملوش أي فائدة دوت أو بنلايين هو ليس له فائدة يعني معنى كده اللي هو مليء بالفوائد لأن هنا من فيها مرتين no one we useless الشخص الذي lighten the burdens of another الذي يخفف الأعباء عن الآخرين يبقى لا أحد يكون أوكي بلا فائدة يعني الكل مفيد في هذا العالم طبعا ما يخفف الأعباء عن الآخرين يبقى الكلام بيعود هنا على شخص وبالتالي يتم استخدام ضمير الوصل هو ودي موجودة طبعا عندك في المنهج وهي كلمة مشروع جدا لشارلز ديكنز جبتها لكاها شارلز ديكنز هو اللي قال طبعا إكوتس أو الجملة الجميلة لي number 49 I have been offered a new job أنا أعرض علي وظيفة جديدة and I must not my mind quickly ولازم أخذ القرار بصورة يبقى استردم إيه طبعا الفرزة الفيربس اللي هي الأفعل عندك اللي هي بكون فعلي make مع حجر وبتغير معناه أنا لخص تغلقين make up معناه يؤلف أو يبتكر أو يخترق make up for معناه يعوض عنه أما make up mind معناه يقرر أو يحدل make أو طبعا معناه يفهم أو يلاحظ أو يبرهن هنا طبعا عايز أقول أتخذ القرار بتاعي أو أحدد أوكي أن هعمل إيه يبقى make up my mind quickly 50 I had to shut the online game لازم إلا أنا أقفل أوكي اللعبة اللي على اللي على الإنترنتي لبقى because the not for it didn't work properly لأن الدراع أو جهاز التحكم اللي أنا بلعب بيه أوكي سواء كيبورد أو ماوس أوكي أو غيره أوكي didn't work properly لا يعمل بشكل سليم يبقى إذن هنا controls معناه أجهزة التحكم number 51 she told me هي أخبرتني not she had suited well يبقى أخبرتني لو he studied well ذكرت شكل جيد she would have passed the exam كانت هتكتاز الإمتحان يبقى أخبرتني أنها لو فعلت ذلك هيحدث كذا يبقى دي حالة فعلية وبتالي أستدم هنا رقم D أما رقم 52 over the past year طيلة السامة الماضية the economy الاقصاد تأثرة by the rise in prices تأثرة مبني المنهومة has been affected خذ بالك أن over the past year هي إشارة لاستخدام المضاعة التام لأنك بتقول طيلة الفترة الماضية وممكن يكون قد مستمر أو يكون أثر الفعل مستمر إلى الآن وبالتالي طيلة الفترة الماضية بنلاقي أن the economy تأثرة بارتفاع الأسعار وقد يكون ما زال متأثرا it has been affected خلصنا السلسلة بتاعتنا وتحميل الملف الجملة الجدالية هتلاقي عندك في وصف الفيديو وكمان ملف الإجابات لو أنت مش حال تتفرج على الفيديو وعز الإجابات على طول good luck بالتوفيق where's your exam في متاحناك وشباب وما تنساش تدعم القناة تدوص على زر subscribe تشرك معنا وتفعل زر regards good luck see you later نشوفكو وكي مورطانيا ما السلسلة جديدة من السلسلة بتاعتنا ما السلامة